ما معنى سرحان ناصري وانك تدعو السلطة السياسية والسلطة الصحية لمنع اي تجمعات يوم اربعة تاجان في وانت تعرف ان المعارضة لكل هابتة يتنهر اربعة تاجان معارضة كذبة معارضة بفلوس متاع الفانة اللي قادة تدفع في حركة النظر باش يجيبوا الكيران وباش يعملوا الرقل الريفي وباش يعطيوا خمسين وباش يعطيوا يدفعوا للناس دبابة زلمية والكسكروتات هذه معارضة هذه معارضة كذبة اليوم ما كفهمش العشرين الفة اللي قتلوهم في حكومة المشيشي بالكورونا ما زالوا يحبوا يعملوا يعني خرجات ويحبوا يلتحموا ببعاظهم في الشوارع ويصير الافتضاء حقك في ظروف اخرى لا 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 شوف شوف لا نسي سيتي فلواء لا نسي سيتي فلواء احنا اليوم نستنيه في قرار فماشي ما يسكروا المدارس ويقدموا العطلة اللي مبرمجة في فيفري مش يقدموا هالنا لتوى باش ننقضوا صغارنا من الفيروس متاع الكورونا اذا حزب التحالف من اجل تونس الى ماذا يدعو لي في هذه النقطة بذلك ندعيوا الشعب التونسي انهم يفيقوا على رواحهم ويزي من الناس اللي خدمت بيكم وندعيوا الناس هذوما يرجعوا الرب يرجعوا الرب لقيادات هذوما يعملوا ربي في بالهم ويستهلوا في الشعب هذي المسكين اللي يحبوا يقلب تساند الدعوات لمنع هذه التحركات لمنع التجمعات للعودة لحظر الجوالين في قدم الايام في قدم الساعات حظر الجوالين فيه وعليه ما قلتش حظر الجوالين انا فما الناس خدمتها بالليل تدعو لي منع التجمعات لأسباب صحية ومنع التجمعات تجمع نهارة 14 لأسباب اخلاقية لأسباب اخلاقية يزي فادينا من الناس اللي قادة واعي بالمواقف قاعد تصدر فيها في الفترة الاخيرة ماكش تشوف قاعدة تخرج من الجواجي على ما حاسيناه وعلى ما شوفنا بلادنا اليوم مش وقت وهذا اليوم هي وقت الوقت هذي يلزم الناس هذي تفهم رواحة وتبعد تبعد اشتركوا في القناة